اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 2nd meiosis أو meiosis 2 حيث أنها تتكون أوفم ويطلع معها 2nd polar body فهذه باختصار الأوجينيس بالنسبة للمنستروساكل أو الدور الشهرية طبعا هي عبارة عن تغيرات تصير في اليوترس والأوفار والفجاينا حيث أنها تصير مرة كل 28 نيام تقريبا طبعا الأشياء المرتبطة في المنستروساكل أو الدور الشهرية بحيث أنه سيكون فيه بحيث أن البلد يطلع ويطلع طبقة من الاندومتريوم المتضررة بحيث أن الاندومتريوم وهي طبعا طبقة موجودة في اليوترس تجدد بحيث أنه تتجهز بعدين للحمل وطبعا هذا صارت قريبا مرة 28 يوم وهو طبعا يسمون منسترول طبعا المنستروساكل أو الدور الشهرية عبارة عن 3 3 ساكل واليوترين ساكل بحيث كلهم عبارة عن تغيرات تصير بحيث كلهم يصير فيها تغيرات خلال 28 يوم أو دورة المنستوى الساكل وطبعا الدور الشهرية تختلف من شخص إلى شخص بحيث الاندومتريوم الطبيعي للدور الشهرية يكون ما بين 20 إلى 45 يوم هذا النور من الاندومتريوم بحيث إذا كان الدور الشهرية جت قبل 20 يوم أو أكثر من 45 يوم هذا يعتبر أبنورمال الآن بنتكلم عن أوفليشن طبعا أوفليشن نحن عندنا والثمان وعندنا والثمان بكل اختصار الأفليشن أن السكندري أوسايت تطلع من الأوفري أو المبيض وتروح إلى الفلوبين تيوب العملية هذه أن السكندري أوسايت تطلع من الأوفري إلى الفلوبين تيوب هذه اسمها الأفليشن وهذه تقريبا تصير في اليوم الأربع طعش تقريبا إن أخفضني كيف أن الآن الآن نحن عندنا هذه الأوسايت الأوسايت هذه محيط فيها زي ما تشوفون هذا الشيء الوردي اللي هو هنا عشان نكون أوضح الشيء الوردي هذه عبارة عن فوليكل أو بويصلات تحيط الأوسايت فالأوسايت تكون داخلها فالفوليكل هذه تبدأ تتطور تصير برايميري فوليكل، سكندري فوليكل، فيسكيلر فوليكل إلى مصير اللي هي الماتشور فوليكل أو الرافيام فوليكل بحيث أنه إذا كانت غرافيام فوليكل اللي هي تعتبر الماتشور الفوليكل هذه سيصير لها ربتشر أو تتمزق بسبب الـ FSH والـ LH هرمون بحيث أن الأوسايت اللي داخل الفوليكل هذه تطلع إلى الفلوبيين تيوب زي ما تلاحظون هنا هذه الفوليكل زي ما تشلون صارت ربتشر أو تمزقت بحيث الأوسايت اللي داخلها طلعت بره راحت إلى الفلوبيين تيوب هذه بكل اختصار عملية اللي هي الأوفاليشن طبعا هنا يتكلم على الأوفاريون ساكي زي ما قلنا نحن عندنا الـ Primary Follicle Scandary Follicle لم يصير متشور هذا الفوليكل ويصير عندنا الأوفاليشن اللي خلاص أن الأوسايت اللي جوه تطلع من الفوليكل وتروح إلى الفلوبيين تيوب ثم الفوليكل هذا اللي باقي راح يكون له شيء أو يدخل إلى فيز جديدة يسمونها لوت الفيز لوت الفيز لوت الفيز أن هذه الفوليكل راح تكون له شيء اسم الكوربوس لوتوم الكوربوس لوتوم هذا جدا مهم لأنه بعدين راح يفرز وهو الهرمونات الأنثوية اللي هي الاستروجين والبروتسترون والاستروجين والبروتسترون يعتبرون مر مهمين خلال فترة الحمل عشان كوربوس لتهم مر مهم وجودة في المبيض حيث أنه يفرز الاستروجون ببروتسترون بشكل دائم حتى بعد عملية الأوفاليشن هنا راح أتكلم عن مصطلح اسمه الـ LH Surge الـ LH Surge بيقولك بكل الإختصار لما يجي فترة الأوفاليشن أو قبل الـ LH أو قبل الـ LH يجب أن تلاحظون هنا بـ Graph هذا الـ Ovulation هنا مرحلة الـ Ovulation وهو تقريبا في اليوم الـ 14 لو تلاحظون قبلها صار عندنا ازدياد يجب أن تلاحظون هنا لو تلاحظون معدلات الـ H هنا زادت هذا هو الـ LH Search أنه عشان سير الـ Ovulation لازم الـ LH تزداد معدلاته لأن الـ Ovulation يعتمد عليه هذا يبقى كل اختصار الـ LH Search طبعاً هذه السلايدة يصف لك ما بين الـ Gonatotrophin Hormones والـ Ovarian Hormones طبعاً الـ Ovarian Hormones هم الـ Estrogen والـ Progesterone التي تطلع من الـ Corpus Lutum بينما الـ Gonatotrophin أو Gonatotrophin Hormones هذه هرمونات التي تطلع من الـ Anterior Bichuitary Gland هم الـ LH والـ FSH يجب أن تلاحظون الـ LH والـ FSH قبل الـ Ovulation قبل الـ Ovulation سيكونون مرتفعين بينما بعد الـ Ovulation ستلقونه ناقص أو نزل بينما الأستروجين والـ Progesterone هنا العكس الأستروجين قبل الـ Ovulation سيرتفعون حتى بعد الـ Ovulation سيكون مرتفع عكس الـ LH والـ FSH بعد الـ Ovulation سيقل فهذا بكل اختصار هنا نفس الكلام هنا يبدأ تكلمنا عن الـ Uterus طبعا الـ Uterus عبارة عن ثلاثة layers اللي هي الـ Perimetrium والـ Myometrium والـ Endometrium طبعا الـ Endometrium هي الطبق اللي يصير لتغيرات في المنستر والـ Cycle بحيث انها تغيرات هذه اللي تصير في الـ Endometrium تجهزها للـ Implantation لـ Fertilize Off وهذا بكل اختصار نبدأ تكلم عن الـ Endometrium طبعا الـ Endometrium عبارة عن طبقتين عندنا الـ Functional Layer وعندنا الـ Basel Layer الـ Functional Layer هي اللي سيصيرها Select Off خلال المنسترويشن خلال المنسترويشن هذه الطبقة اللي هي الـ Functional Layer سيصيرها Select Off طبعا الـ Functional Layer هذي فيها ويصيرها Uterine Glands والـ Supply عن طريق Spiral Arteries بينما الـ Basel Layer سيكون ريتيند خلال المنسترويشن انها لا تتغيرها وليس تطلع مع المنسترويشن ستبقى زي ما هي لا تتغير والـ Supply سيكون عن طريق Strait Basel Arteries وطبعا هي المسؤولة عنها تصوي Regeneration للـ Functional Layer اللي طبعا زي ما قلنا أنه الـ Functional Layer سيصيرها Selected Off أو تبدأ تتغير فالـ Basal Layer هي مسؤولة نسوي Regeneration لهذه الـ Functional Layer بعد ما يصيرها Selected Off أو تتجدد الآن نبدأ تتكلم عن Ovarian Hormones اللي هي الأستروجن وبرجسترون والدور حقهم طبعا نبدأ أي شيء بالأستروجن طبعا الأستروجن لها دور بأماكن كثيرة لها دور على الأوفاريز لها دور على اليوترس الممارك لاند وبرضو لها دور على الـ Development secondary sexual characteristics وبرضو لها افكت على الـ Growth و الـ Development وبرضو لها دور على الـ Brain الآن نبدأ نأخذهم حبة حبة نبدأ تتكلم عن دور الأستروجن بالـ Ovaris أو دوره بالمبيع بحيث أنه في وقت البلوغ رح يسبب أو رح يكون هو المسؤول عن الـ Growth والـ Ovaris وبرضو مسؤول عن الـ Follicular Growth زي ما قلنا بالـ بابيريتر رح يسبب Growth أنه تتحول من primary follicle secondary follicle ما أي ذلك الفلicular growth هذي مسؤول برضو عليها الأستروجن لما يكون عندنا في الـ Adult رح ساعد الـ Development للـ Graphene Follicle زي ما قلنا اللي هو المتشور بحيث أنه توصل إلى final maturation قبل عملية الأوفيليشن لأن عملية الأوفيليشن خلاص secondary oocyte اللي داخل الفوليكل رح تطلع إلى الـ Philippine Tube وطبعا الأستروجن مسؤول برضو أن يزيد الـ FSH receptors الموجودة بالـ Follicle لأن الـ FSH receptor له دور أو يساعد برضو في المتشوريشن حق الفوليكل بالنسبة لدور الأستروجن في اليوترس خلال الـ Pupurity رح يزيد كمية Smooth Muscle Fibers ورح يزيد الحجم حق اليوترس وبرضو رح يزيد الاكتوميسن أو كمية الاكتوميسن طبعا الاكتوميسن هي الـ Functional Unit حق المسل طبعا هذي طبعا كلها طبعا في اليوترين مسل وبرضو رح يزيد اليوترين كنتراكتاليتي الـ Contraction اللي يصير في اليوترس وغير كذا رح يزيد الاكسايتابيلتي أو التحفيز حق الـ Myometrium وجدة مهم تعرفونها لأن الـ Progesterone يعمل العكس الـ Progesterone يقل الاكتوميسن حق المائة المائومتري فمهم تعرفون الاستروجن يزيد الاكتوميسن وطبعا يحث على صناعة الـ Progesterone receptors في الـ Endometrium بالنسبة لدور الاستروجن خلال الحمل طبعا مسؤول أنه يزيد طول لـ Smooth Muscle Fibers ومسؤول عن أنه يزيد كمية أو أعداد الأكتوميسن على المائومتريوم خلال الـ Progesterone لأنه إذا زاد الأكتوميسن فمعناه أنه سيستقبل كمية من الأكتوميسن كبيرة والأكتوميسن زي ما عارفين الأكتوميسن يعمل دور بأنه يسوي contraction في الرحم أو في الرحم نفسه في وقت الولادة أو قبل الولادة بحيث أنه يساعد على خروج الجنين فدائما قبل الولادة دائما رح تلقى كمية الأكتوميسن يصير عالية إليه لأنه هو المسؤول عن contraction اللي يصير في الرحم عشان الجنين يخرج من الرحم أو يصير عملية الولادة فعشان كذا يزيد الأكتوميسن وهذا طبعا يعتبر دور من أحد يعتبر أحد دور الأسترجن خلال الحمل بالنسبة لدور الأسترجن خلال ماماري كلاند رح يزيد الدكت سيسم والبرانشنج حقته بحيث أنه يصير فيه اللي هو البروتكشن للملك يكون أكثر برضو رح يزيد الفات ديبوزيشن والساز حق الماماري كلاند غير كذا رح يسبب بيجمنتيشن في الأريولا البيجمنتيشن في الأريولا بشكل عام كيف؟ حاليا نحن عندنا هذه النبل وعندنا الهالم هذه اللي هي الحول النبل اللي هي الطبقة اللي تعتبر شوي داكنة يقول لك أنه فترة الحمل بشكل حمل كثير من الحريمة والإناث تلقى أنه الحلمة هذه تبدأ تصير داكنة أو سودة وش السبب حقها؟ السبب أنه بسبب ارتفاع معدلات هرمون الأسترجن زيادة معدلات هرمون الأسترجن رح يأثر على ماماري كلاند أو يأثر خاصة على الأريولا اللي هي المنطقة هذه الحول النبل بحيث أنها تصير داكنة فتسبب صبغة على الأريولا بحيث أنها تصير داكنة هذه بكل الاختصار نبدأ نتكلم عن دور الأسترجن في السكينتر سكشو كاركتريستيكس بحيث أن الفويس رمين هاي باتشد أن الصوت يبدأ يصير عالي نفس ما هو ورح يكون الشعر في الجسم يكون أقل وبالنسبة لشعر الراس أو فروة الراس رح يكون الشعر فيه أكثر وبرضو له دور على الأديبوس تيشو بحيث أن يخلي أو يحافظ على المظهر الأنثوي حق المرض هنا نتكلم عن دور الأسترجن في الـ growth و الـ development أنه سيسبب growth للـ long bones أن الإطالة العظام غير كذا يسبب الـ ابيفيسيس كلوجر بكل اختصار حاليا لو قلنا أن هذه عظمة تمام؟ نحن مثل نحن في العظمة عندنا ابيفيسيس هي الطبقة على الطرف اذا السحر نتكلم عن الأطراف هذا الـ وعندنا وهذا هو الطبقة التي يسمونها الديافيسس ما بين الابيفسس والديافيسس في طبقة من الكارتليج فالكارتليج هذه لما تصبح عندنا مرحلة البيبيرتي ولما نكبر يصبح عندنا الكارتليج هذه تتبدل في بونز فخلاص هنا يصبح عندنا ابيفسس كروجي يعني الابيفسس تتقفل ما في كارتليج وتتحول إلى بون تتقفل صير ما تطول أكثر تثبت على كذا غير كذا يلعب دور بأن يزيد البروتين متابلزم وله دور على الريتروبويسس اللي هو الـ formation للريتروبويسس هذا برضو يعتبر الأسروجيني يلعب دور فيها غير كذا راح يزيد الاستيوبلاستيك اكتيفتي في البونز زي ما احنا عارفين أن الاستيوبلاست المتشور منها راح يصير بحيث أنها خلاص تبدأ تكون اللي هي البونز فراح يزيد الاستيوبلاستيك اكتيفتي برضو البلد كليسترول راح يقل الاستروجين مسؤولة أنه يقل كمية الكليسترول موجودة في البلد فهذا راح يأدي إلى أنه نخلينا أقل عرضة للميكارتيل انفاركشن بالنسبة لدور الاستروجين في البرين راح يزيد الليبتو الليبتو طبعا هي الغرائز الجنسية بحيث أنها تزداد سوف نتكلم عن دور البروتيسترون البروتيسترون ما له أي دور أو أي عكس على الأوفريس عكس الأستروجين له دور على الأوفريس غير كذا أنا قلت لكم أنه الأستروجين يزيد الأستروجين يزيد الإكسايتابيليتي حق الماء يمترب البروتسترون العكس يقل الإكسايتابيليتي حق الماء يمترب فهذا مهم تعرفونها غير كذا راح يسبب بأنه يزيد في الاندومتريال وبالمماري جلانت له دور على الـ طبعا المماري جلانت فيه شيء داخلها اسمه المماري هذا المسؤول على الـ production والـ storage للملك تمام فالبروتسترون له دور على الـ growth حق الألفيولي هذا بحيث يصير فيه production للملك والـ storage غير كذا زي ما قلنا أن البروتسترون راح يقل الإكسايتابيليتي حق الماء يتريوم عن طريق إيش؟ عن طريق أنه يقلل الإستروجين ريسبترز فإذا قللنا الإستروجين ريسبترز اللي هي مسؤولة عن الإستروجين مسؤول عن زيادة الإكسايتابيليتي فإذا قللنا الإستروجين فإذا قللنا الإكسايتابيليتي حق الماء يتريم فهذه الطريق أنه كيف البروتسترون يقلل الإكسايتابيليتي حق الماء يتريم أنه يقلل الإستروجين ريسبترز غير كذا البروتسترون يعتبر ثلموجينيك هرمون ثلموجينيك هرمون يعني هرمون أنه يزيد درجة حرارة درجة حرارة الجسم طبعاً هنا نبدأ نشرح شيء اسمه سكندري أمانورية سكندري أمانورية بكل اختصار أنا أقلت لكم أنه فيه شيء اسم الكوربوس لوتوم بعد الأوفاليشن الكوربوس لوتوم هو المسؤول عن السكريش للإستروجين والبروتسترون في مرحلة الحمل تمام؟ بحيث أنه لما يكون عندنا الكوربوس لوتوم لما تفرز أستروجين والبروتسترون بكمية كبيرة الأستروجين والبروتسترون سيقومون negative feedback أو انهبشن للأنتيري بيتشويتري قلانت بحيث أنهم ما يفرزون FSH والأتش تمام؟ فالFSH والأتش رح يكون لو فهذا الشيء هذا الحدث كامل لما يصير رح يسبب أنه رح يكون عندنا أبسنس للمنستر والساكل أنه ما يصير عندنا دور شهرية وهذا الشيء يسمونه خلال الحمل يسمونه secondary aminuria تمام؟ ف FSH والأتش السكريشن تحقتها من الأنتيري بيتشويتري قلانت رح تصير لو بسبب negative feedback من الأستروجين والبروتسترون اللي طلع من الكوربوس لوتوم خلال البرقنسي ٌ طبعاً أن البعض ارتسة ي Superior لأن فترة يروح من الفجاينا الى اليوترس الى الفرابيون تيوب ويصير تخصيب البويضة طبعا الفيرتلاليزايشن هو الفيوجن اف السبرماتزوة انها عملية الدمج ما بين السبرم والبويضة بحيث ان يصير البويضة تخصيب طبعا البقاء هذا الجميد بالنسبة للسبرم راح يبقى تقريبا 48 ساعة بعد الايجاكليشن او بعد القث بالنسبة للأج او الاوفم راح تبقى 12 الى 24 ساعة بعد الاوفيليشن بالنسبة للسبرم السبرم راح يسوي بروسس اسمه الكابسيتيشن بحيث ان الكابسيتيشن هذا يعزز الموتيلتي حقته وبرضو راح يكون فيه بعض الممبرين بروتينز راح يصير لها بحيث ان تخلي السبرماتزوة بحيث ان تخلي الممبرين حق السبرماتزوة بحيث ان تخلي الممبرين حق السبرماتزوة بعد عملية طبعا اللي هو يسمونه الاكريزوم رياكشن حاليا احنا عندنا حاليا احنا صار عندنا اللي هو الوفيليشن تمام الوفيليشن زي ما قلنا ان السكندري او سايت راح تطلع من الفوليكل وتطلع الى الفلوبين تيوب خصوصا المكان الامبلاء اللي هو يصير فيه الوفيليشن تمام فحاليا الاو سايت هذي اللي طلعت او اللي يسمونها او سايت تمام اللي طلعت من الاووريز الى الفلوبين تيوب راح تكون او محيطة في طبقات اللي هي الكرونة الرادياتة والزونة بلوسيدة زي ما تعطون هنا الحين هذي الاوفم تمام الاوفم هذي والاو سايت راح تكون محاطة في طبقتين اللي هي الزونة بلوسيدة والكرونة الرادياتة هذي فالسبيرم لازم يخترق هذي الطبقات عشان يدخل او يدخل الراس حقه اللي يحتوي على الكروموسومات الى الاوفم داخل بحيث انه بعدين يكون من الزايقت تمام فحاليا كيف السبيرم نفسه راح يكون عنده بالراس محيط فيه هنا لو تلاحظون هذه الصورة راح يكون فيه انزيمات محيطة بهذا الراس حق السبيرم بحيث انه عنده انزيم اسمه الهايالويورينيديس هذا الهايالويورينيديس هذا انزيم يسمح السبيرم ان يسوي ان يخترق طبقة الكورونا رادياتا اللي هي اول طبقة هنا تمام بحيث انه لما يخترق الكورونا رادياتا راح يرتبط السبيرم حاليا معه وش هو الطبقة اللي بعده اللي هي الزونة بلوسيدا فلما يرتبط معه لحين تبدأ عملية اللي هي الاكروزوم الرياكشن تمام؟ بعد ما يرتبط زونة بلوسيدا تبدأ عملية الاكروزوم الرياكشن بحيث انه وش هو يصير بالاكروزوم الرياكشن السبيرم راح يطلع اكروزوم كوتينيك انزيم زي ما تلاحظون الراس حق السبيرم زي ما تلاحظون هذي الطبقة الذهبية هذي عبارة عن انزيمات يسمونها الاكروزوم الرياكشن هذا الاكروزوم الرياكشن يقوم بلوسيدا لزونة بلوسيدا هي الطبقة الثانية بحيث ان الراس هذا نيوكليس الكروموسومات التدخل الرياكروزومات تدخل الرياكروزوم الرياكروزومات وبعدها يكون لها الزايقود بلخير زي ما قلنا بس سبير مواحد هذي ستجعله اوصيد يسمونه مونو سبير من الناس سبير مواحد فقط حيث نبدأ نتكلم عن الكليفتش والبلاستوسيست فورميشن أن حاليا بعد ما يتكون عندنا زايقوت راح يصير عندنا رابط مايتوتك دفجين أن نتكون من خلية إلى خليتين إلى أربعة إلى ثمانة هذه كلها انقسامات بحيث هذه الانقسامات راح تكون عندنا خلايا صغيرة بس السيرفز حقها راح يكون كبير زي ما تلاحظون هنا بالصورة مثلا هذه السلز بعد ما يصير الميتوتس راح تكون زي ما تلاحظون خلايا صغيرة ولكن السيرفز حقها كبير طب وش فاعدة السيرفز هذا الكبير أو الحركة هذه بشكل عام هذا تساعد أنه راح يحسن ويعزز النيوترينت والأكسجين أبتيك اللي يوصل لهذه الخلايا وبرضة ديسبوزل أو إخراج الويست تمام يقولك أنه بعد 72 ساعة بعد عملية الفرتلزايشن أو التخصيب لهذا ويوجد في حالة البيضة راح يكون عندنا شيء اسم المورولا المورولا هو معناه لما هذه الزي قد تسوي عملية تميتوتس تتكون إليه ما تصير 16 خلية وعندما يصير على 16 خلية راح يكون عندها شيء اسم المورولا بحثنا بالأخير هذه المورولا راح يصير له ديفرينشياشن أو تتخصص إلى الى شيء اسمه البلاستوسست لما يصير عندنا البلاستسيست أو يتكون عندنا البلاستسيست هذا بعدها يتبدأ عملية الملونة هنا طبعا بعدما يصير البلاستسيست اللي هو بدايات البرغنانسي البلاستسيس رح يصير أديهير أو انه يلتصق مع الـ uterus زي ما يكننا اليوترس لاحظة 3 وزن Perimetrium, Myometrium, Endometrium فالبلاستسيس رح يرتبط مع الـ uterus والهو خصوصا اللي هو الـ Endometrium تمام؟ طبعا البلاستيسست راح يسوي سيكريشن للهرمون اسمه الهومان كوريونيك غونات تروفن اللي هو الهش سي جي طبعا هذا الهش سي جي يرسل سيجنل الى الكوربوس لوتوم انه ما يصيل له ديجينريشن او ما يتدمر ليه؟ لان الكوربوس لوتوم زي ما قلنا هو المسؤول عن الاستروجين والبروجسترون والاستروجين والبروجسترون الهرمونات هذي هي لتسوي مينتننس للبريغنانسي فعشان اكيد الهش سيجي يلسى سيجنل ان الكوربوس اللي يتم خلال فترة الحمل وما يصيل الديجينريشن عشان يسوي مينتننس للبريغنانسي هنا اريد كلم عن البلسنتا طبعا البلسنتا يصيل لها ديفولوبمنت بعد الاسبوع السادس من البريغنانسي زي ما تلاحظون انه هذي هي البلسنتا هذي هي البلسنتا هذي طبق الحمرو طبعا زي ما تشوفون انه مرتبطة محالة الهي الامبلك الكوربوس اللي هي الحبل السري لحين نبدأ ان نتكلم عن نقطة جديدة او نقطة اخرى اللي هي الهرمون ال change associated with pregnancy التخيرات الهرمونية اللي ترتبط مع البرغنانسي انه راح يكون عندنا ال HCG هرمون هذا راح يصيله secreted عن طريق النوع من الخلايا اسمها سينشيو سينشيو تروفابلاست cells هذا الخلايا راح تفرز ال HCG هرمون بحيث انه نفس الدور دور ال HCG انه بحيث انه تفرز استروجين وبروجسترون بشكل دائم خلال عملية الحمل بحيث ان يسوي maintenance فهذه النقطة اللي اتكلمنا عليها ثم هنا عاد نفس النقطة اللي هي secondary amineria انه قلنا ال FSH وال LH راح يكون low بسبب negative feedback من الاستروجين والبروجسترون ال HCG راح يخلي الكربوس الوتوم تفرز الاستروجين والبروجسترون وكل ما وما دام الاستروجين والبروجسترون دائما يطلع بكمية فراح يسوي نقطة فيتباك لل FSH وال LH فيسوي عندنا اللي هو secondary amineria او absence of mesosaken خلاص ما يسأل عندنا دور الشرية حين نبدأ يتكلم عن هرمون ثاني اللي هو اسمه Human Chorionic Somatomamotropin أو HCS ال HCS هذا معروف برده باسمه ثاني اللي هي Placental Lactogen وال Human Chorionic Growth Hormone طبعا هذا الهرمون ينصنع من Placental Senshiotrophoblast ولها similarities مثل ال Growth Hormone لها دور يعني دور صغير مثل ال Growth Hormone بحيث انه يعتبر Growth Hormone Maternal Growth Hormone أو Pregnancy أنه يصير Growth Hormone للأمحات يصير فترة الحمل بحيث انه خلال فترة الحمل وش لها دور هذا الهرمون بحيث انه الجلوكوز الطبيعي اللي تستخدمها الأم في يومها الحادي رح يقل خلال الحمل ليه؟ لأنه نسبة من هذا الجلوكوز المستخدم الأم رح يروح إلى الفيتس فهمت عليه؟ فهذا الهرمون هو المسؤول أنه رح يقلل الجلوكوز يقلل الجلوكوز أو استخدام الجلوكوز عن طريق الأم بحيث انه الكمية هذه اللي صار لها نقصان تروح تعطي سبلاي أو نوتريشن للفيتس بحيث ان الجنين يصير لها growth وينمو ويكبر برضه بالنسبة للليبتس رح يسبب يسبب ليبولايسس اللي هو ان الليبتس رح تتكسر بحيث ان الفريفاتي أسيتس هذي اللي بعد ما صارت من الليبولايسس رح تروح إلى الفيتس بحيث ان يستخدمها بحيث ان يصير لها growth لهذا الفيتس الآن نبدأ تكلم عن المميزة فهي المميزة بالحيث ان الحيث ان وهذا مميزة لديه علاقة طردية مع حجم البلسنت بحيث ان اذا كان حجم البلسنتا أو العيش الهجم معاناها قمية الهجميزة ستكون كبيرة في حيث ان هو يصيب من البلسنتا الحيث الهجميزة من الحيث فإذا كان العكسي إذا كان عندنا معناه أنه عندنا هذا الدليل أنه عندنا بلاسنتال إنسافيشنسي أنه ما رح يكون عندنا كمية كبيرة أو كمية أو حجم من البلاسنتا بشكل كافي وبرضه يقولك أن الـ أنه عندما يكون عندنا فيتل ديثة وأن الجنين مات رح يتقل عندنا معدلات الـ حين نبدأ نتكلم عن هرمون ثاني رح نتكلم عن الـ هذا عبارة عن هرمون يكون في الـ بحيث أنه ينصنع من خلال الـ هذا المسؤول أن يسوي للـ عشان يجهز للولادة فكيف حاليا عندنا لما تصير عندنا عملية الولادة خلاص بتيجي الولادة ولادة الجنين السيرفكس رح يصير له دايليشن أو عنق الرحم هذا يصير له دايليشن عشان الجنين يبدأ يطلع فـ الـ هو المسؤول أن يسوي سوفتن أو يسوي سيرفكال دايليشن السيرفكس هذا أو عنق الرحم يصير له دايليشن بحيث أن الجنين يقدر يطلع لما خلاص يتوصل عند فترة الولادة تمام؟ وبرضه يسوي لـ ما بين البلوك بون رح يخفف الموجودة في البلوك بون الآن نبدأ نتكلم عن المينيبوز أو سن الياس سن الياس هي المرحلة التي تكون فيها خلاص المرأة ما تقدر أو المرأة ما يجيها الدور الشهرية فـ المينيبوز نهاية الدور الشهرية خلاص ما عاد يجيها و و إن الـ أني حقتها أن الـ ما يجيها المدة سنة تقريبا و خلاص نعرف أنها وصلت إلى سن الياسة و فالـ المينيبوز تقريبا بالغالب تصير للإناث اللي ما بين عمر أربعين والخمسين ما بين الأربعينات والخمسينات و السبب حقي أن لأن الـ ovaries are depleted of follicles خلص ما فيه follicles بالـ ovaries فمعناها ما فيه ovulation فخلص بالنسبة فيها الـ menopause رح يكون فيه decrease للـ ovarian hormones اللي هم الـ estrogen والـ progesterone يبدأ يقل الصناعة حقتهم رح يصير بكمية قليلة هذال الهرمونات تمام فـ consequent decrease synthesis of ovarian hormones بحيث أنه إذا قلت رح يقل الـ physiological effect حقتهم أو الدور حقهم اللي يلعب فيها الـ estrogen هنا دمنا نتكلم عن effects of decrease female hormones improve حالياً عندما يقل الـ female hormones في مرحة المنبوز أو السن الياس لها أثر فماذا الأثر هذا اللي تطلع عليها؟ أول أثر هو الـ heart flashes أن تقريباً حوال 80% من الإناث اللي يدخلون من مرحة المنبوز رح يجيوهم الـ heart flashes يبدون يحسون سخونة في الوجه في الصدر في الأماكن هذه بحيث أن هذه كلهم أشارات على المنبوز برضو رح يكونون emotional غير كده رح يكون عندهم disrupted sleep كثير من كبار السنة تتلقى عندهم النوم متقلب تلقى ما ينام بسهولة هذه كلها أثار بسبب قلة بسبب قلة نسبة الفيمة الـ hormones غير كده برضو رح يحصل عندهم الـ osteoprocess اللي هو شاشة العظام برضو يصيرهم أتروفي بالـ vaginal wall والـ breast ويخسرون أو يقل عندهم من اللي بدو الناخراص مجيوم اللي هي الشافة الجنسية خلاص تبتت قل بالنسبة اللي تريت منتحقها عن طريق الـ hormone therapy اللي أعرف أنا ممكن تكون عن طريق بيتمينات وما إلى ذلك وهذه شارح لك symptoms بشكل عام منيبوز وبس كده خلصنا المنهج والله الحمد أشكركم على حسن السماكم وعذرونا إذا كان في أي خطأ بالأخير إحنا بشر الخطأ وارد مننا أتمنى أننا قدر تشرح بأفضل طريقة وأتمنى أن المعلومة وصلت بأفضل طريقة لكم وبس الله يوفقكم ونشوفكم على خير إن شاء الله والحمد لله ختمها مسكيني بس يأتيكم الافية شكرا